اطلع محافظ عدن أحمد حامد لملس على تحضيرات مهرجان ليالي عدن الذي ستنطلق فعالياته يوم غد وتستمر حتى رابع أيام العيد على أرضية ملعب الشهيد الحبيشي بمدينة كريتر وأكد لملس على أن دور المثقاف لا يقل أهمية عن دور البطل المقاوم فالجميع صاحبوا رسالة وأن عدن تحتاج من الجميع العمل ونوها لملس إلى أن الارتقاء في الثقافة وأن تنظيم فعاليات واشطة فنية هادفة تظهر إحدى مميزات مدينة عدن الجميلة